شايفين التوريقة الجميلة دي واللون الدهبي الطحفة طبعا انتم مشامين يا الريحة الريحة تجنن لانها معمولة بسامنة بلدي وشايفين ابة ازاي ولونها الوردي الجميل دي بعد ما تطلع بالفرن بيشوفوا الجمال ده والريحة دي يلا بينا نشوف الطريقة السهلة الجميلة اللي عملنا بيها الفطيرة المشالتتها النهاردة ومخدتش وقت خالص خالص شايفين الورق شايف له ايه من جوة تجنن لازم تجربوها لان دي اسهل طريقة لعمل فطير المشالتت حطينا معلقة ملح زغيرة ممسوحة معلقتين سكر كبار ايه بعد كده هحط نص كيلو دقيق بس لازم يتنخل الاول كويس جدا عشان اي شوائب فيه متبقاش موجودة وتبوز لنا العجين نكمل لنص كيلو دقيق الموضوع بسيط جدا جدا ما بياخدش وقت خالص والعجينة بسيطة ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجة صعبة انا بقلب المكونات الجافة كلها مع بعضها احط في العجينة على السرعة القليلة في الاول وحط المية حبة حبة يعني ما احطش كمية مية مرة واحدة هي ملهاش مقدار مية معين انا بحط المية على حسب ما تاخد العجينة وحط المية كده بالراحة لحد ما العجينة تتشكل تبقى على شكل كورة بعد كده ما احطش مية تاني وافضل اخليها في العجينة لمدة 8-9 دقايق تتعجن كويس قوي شايفين العجينة تلمت ازاي؟ ما عادش ملزقة على السرعة العالية زي ما انتم شايفين 8-9 دقايق بعد كده بطلعها العجينة بتبقى فيها تلزيقة بسيطة قوي يعني ما بتبقاش ملزقة جدا لا تلزيقة بسيطة بحطها في الطبق واسبها ربع ساعة ترتاح وغطيها بعد ربع ساعة باخدها ابتجي اقسمها واشوف هرفيتها ازاي ونعمل الفطيرة بالطريقة البسيطة اللي احنا عملناها هقسم العجينة الاول بعدد الطبقات اللي انا هعملها انا قسمت النص كيلو ده لتمن قطع يبقى كده هتبقى تمن طبقات هقسمها من النص الاول وكل نص قسمه اربع اجزاء زي ما انتم شايفين كده الموضوع بسيط كده هشيل كل القطع دي على جنب عشان اخد كل قطع ابتدي اشتغل بها طبعا هو العجين ملزق شوية عشان التلزيق دي انا هحطه في سمنة هغلف كل كرة من دول بالسمنة وشيلها في طبق على جنب وبتدي اخد منهم قطع قطع افردها هاخد اول قطع بس الاول ممكن اجرب افردها بالدقيق بس لقيتها طبعا بالطريقة دي صعبة شوية هي ما بتتفرد بالسمنة او الزبدة والزيت بتبقى اسهل بكتير قوي وبتتفرد معايا بكل سهولة انا دي جربت افردها الاول بالدقيق زي ما انتم شايفين الموضوع صعب بالسهل برضو ما بتتفردش بسهولة انا هحطهم في الطبع عشان اوسع لنفسي واغلفهم بالسمنة كل واحدة زي ما انتم شايفين واسبهم على جنب اكمل دي زي ما انتم شايفين اتفردت اهي مسحتها انا كنت مجهزة طبق فيه سمنة على زيت سمنة بلدي على زيت او سمنة اي ماركة عندك نباتي بس تحط عليها شوية زيت اه وممكن معلقتين سمنة بلدي برضو تديها طعم حلو قفلت الجزء الاولاني جبت صنية مسحتها بالسمنة على الزيت اللي انا موضبها احط فيها شوية سمنة على زيت واحط الجزء الاولاني وسيبه على جنب وبتدي اخد الجزء التاني المرة دي انا ده بفرده اه بالزيت على السمنة شايفين بتتفرد بسهولة زي لان هي ريحت وتعجنت كويس قوي فكده بتتفرد بكل سهولة مش بتاخد وقت خالص لحد ما بقيت العجينة اه شكلها كده شفاف جدا احط القطعة الاولانية فيها بعد ما مسحها بالسمنة واغطيها بالسمنة وحطها وافرد اللي بعدها برضو ايدي تكون فيها سمنة على زيت عشان تتفرد بسهولة وبعد كده بتهنها بالسمنة وحط فوقها القطعة المربعة اللي انا عملتها وطبقها بنفس الطريقة الاولانية رشت رشت سمنة ايه على زيت واقفل عليها واشيلها على جنب واللي بعدها كذلك كل طبقة من دول بدهنها سمنة على زيت وحط جقوها المربع اللي قابله وطبق عليها زي ما انتوا شايفين كده دهنت سمنة على زيت وطبقت عليها واشيلها على جنب طبعا اه بتحس ان هي منفوخة اه ومليانة هوا اه حلوة كده علشان ايه تبقى اه العجينة في الفرن تعلة والفطيرة تعلة كده وتبقى موراقة وجميلة شايفين بتتفرد ازاي بسهولة بالسمنة وبقضية اسهل بكتير قوي هجيب كل القطعة كده بقت شكلها ايه هسيبها ربع ساعة في الصينية وبعد كده بتيدي افردها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي لازم اسيبها تستريح الاول ربع ساعة قبل ما افردها بالطريقة دي بعد كده بحط على وشها شوية سامنة بلدي على زيت وعندي طبعا معلقتين قشطة كده حلوين همسحهم على الوش بيديها طبعا لون حلو قوي وطبعا من لزيز جدا جدا للقشطة شايفين الجمال طبعا هي بتخش الفرن على مية وتمانين درجة الفرن آآ سخن جدا جدا يتقاد قبلها قبل ما دخل الفطيرة بنقيد الفرن قبلها بربع ساعة عشان الفرن يبقى سخن قوي وحامي آآ بدخلها عشر دقايق بالزبط وطلعها لو زادت عن عشر دقايق بتتحرق وبتنشف وبتبقى مش حلوة ههم عشر دقايق بالزبط هتطلع هواخد اللون الدهبي واخد منفوخة كده وجميلة شايفين لونها ايه من تحت شايفين الجمال نقطعها كده مع بعض ونشوف التوريقة الجميلة بتاعتها من جوة شكلها ايه شايفين الروعة الف هانا عليكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم وشير عشان كل اصحابكم يشوفوا الفيديو وكمنت عشان نعرف رأيكم في اكلتي وحلوياتي الف هانا عليكم اشتركوا في القناة